موسيقى خلال استقبال وزير خارجية الهند الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التنمية المستدامة الرئيس السيسي يؤكد تطلع للاستفادة من خبرات سيمونز العالمية في مجال التأهيل المهني للكوادر المصرية الرئيس الصيني يتمسك بحق استخدام القوة في تايوان والأخيرة ترفض مبدأ بلد واحد ونظامي الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جريندش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم اشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية التي تحدثت تجمع بين مصر والهند وأكد في هذا الإطار على أن مصر تنظر بعين التقدير والاعتبار إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وزير خارجية الهند وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي قد أكد أن مصر تثمن مسيرة تعاون المثمرة بين البلدين وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات من جانبه نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات مع مصر والتطلع لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر والبناء وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على صعيد تصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكرية فضلا عن تبادل السلع الاستراتيجية إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات الهندية في مصر كما تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي خاصة ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات شركة سيمانز العالمية للطاقة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائية إضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو أن يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمانز العالمية للطاقة وبحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من المسؤولين وأوضح للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمانز العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعي مصر لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة من جانبي أعرب جو كايزر عن تطلع سيمانز الاستمراري وتطوير الشركة القائمة مع مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية وأكد على اعتزاز شركة سيمانز بتعاونها الوثيق مع مصر الذي أصفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لاستعراض خطة وزارة الصحة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية تتضمن خطة وزارة الصحة العمل على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة للاهتمام بصحة المرأة المصرية وذلك بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص وضمان جودة هذه الخدمات مع بحث سبل التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الأفريقية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عددا من ملفات عمل الهيئة تضمن الاستعراض عددا من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تنفذ الهيئة بما فيها مشروع تطوير ميناء السخنة والعريش إلى جانب مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتي تشمل أرصفة الميناء وأعمال تحسين الطربة بالإضافة إلى ميكانة الخدمات الجمرقية وعدد من المشروعات اللوجستية كما تم استعراض خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 من خلال إطلاق حملة إعلامية للترويج لها على نطاق عالمي كمركز لإنتاج الوقود الأخضر استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة طنطة وذلك بالتزامن مع احتفالات النصر أكتوبر لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء أشر هذا التقرير إلى أن القافلة قد استمرت على مدار ثلاثة أيام حيث تم الكشف على 1450 مواطنا في 13 تخصصا وإجراء 70 عملية جراحية يتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة إلى مختلف المحافظات انطلقت فعليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالية أكثر من ألف مشارك يستمر هذا المعرض حتى 19 من أكتوبر الجاري ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا البيئة ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من رئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500-500 وذلك خلال المرحلة القادمة خلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي للجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500-500 أكد أن المستشفى تعد مشروعا ضخما يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني وموجها بضرورة الالتزام بالجدول الزمنية وباتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل مشيرا إلى أن المستشفى يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر نظمت القوات المسلحة زيارة تثقيفية لمقر مشيخة الأزهر الشريف لاثنين وستين من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وزوجتهم المعتمدين لذى سفارتهم في مصر والتقى فديلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر مع الوفد وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالة مصر بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته البالغة وتقديره الكبير لجهاز الملحقين الحربيين وحرصه على تنظيم تلك الزيارة البناءة كما أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتاريخ ودور الأزهر الشريف في العالم أجمع كما أعرب وفد الملحقين العسكريين عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية في العالم تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإدجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 800 واثنين عنصرا إجراميا ومصر عنصرين شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرق بالإكراه، سلاح، مخدرات وضبط معهم 352 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 117 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1230 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش 157 بندقية و113 بندقية آلية وتسعة وسبعون مسدساً و880 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة لألف وستمائة وسبعين قطعة سلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة واربعة وسبعين ألفاً وثلاثمائة واربعة وستين حكماً قضائياً من بينهم ألفان وثلاثمائة وثمانية وخمسون حكم جنايا ومائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون حكم حبسة ومائتان واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون حكم غرامة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وواحد حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تسع تشكيلات عصابية ضموا سمانية وعشرين متهما قاموا بارتكاب أربعة عشر حادث سرق متنوع وتم كشف عمود سمانين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي مئة وثمانية متهم وإعادة عشر سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألفين وسبعمائة وتسع قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالي سلسة ألاف وسلاسة وعشرين متهما من بينها أكثر من خمسمائة وأربعة وثمانين كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على ألفين ومئة وواحد ونصف كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من مئة وثمانين كيلو جرام وضبط ما يزيد على سمانية وعشرين كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى قرابة سمانين كيلو جرام من مخدر الاستيروكس وعدد أربعة واربعين ألفا وسبعمائة وستة قرصة مؤسرة ومئة وسلسة ألف واثنين وستين قرصة رامدول مخدرة هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي تسعة وتسعين مليون جنيها كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة واحد وثلاثين مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 501 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 109 أطنان مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال استيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط 23.5 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 85 طن وفي مجال قضايا الخبز المخابس تم ضبط 724 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزد و 185 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج المنظومة التوريد أرز الشعير تم ضبط أحد 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن ونعود مرة أخرى إلى فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي يعقت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنضم إلينا للمزيد من المتابعة مرأسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم جرمين الجديد لديك حول فعاليات اليوم الأول من المؤتمر نعم بعد التحية بالفعل نتابع معكم فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي كما ذكرت يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينطلق تحت شعار المياه في قلب العمل المناخية هذا الأسبوع يقام بمشاركة وساعة نحن نتحدث عن 16 وفدا وزاريا وأيضا نتحدث عن 54 وفدا يعني دوليا إلى جانب أيضا 66 منظمة دولية تشارك في هذا الأسبوع بإجمال يزيد عن ألف مشارك إذا تحدثنا عن الفعاليات فهي كبيرة ومتنوعة على مدار الأسبوع وعلى مدار فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ما بين جلسات رفيعة المستوى وورش فنية ومعارض وأيضا مشاركات من متحدثين دوليين إلى جانب تقديم أبحاث علمية من خبراء في مختلف المجالات التي تتعلق بالمياه إذا تحدثنا على سبيل المثال وليس الحصر عن هذه الجلسات التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه فستعقد جلسة هم تحت عنوان الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناطق النظرة المائية والتي بتهدف إلى تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية أيضا من ضمن الجلسات المهمة ونحن تحدث قبل أسابيع من انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 فهناك جلسة للتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه هذه المبادرة التي سيتم إطلاقها في مؤتمر المناخ القادم أيضا هناك عدد كبير من المؤتمرات العلمية التي ستنظم على هامش الأسبوع والتي تحتوي على أنشطة فنية في محاور الأمن المائي والتغيرات المناخية والاستعداد لإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ أيضا سيتم إطلاق معارض وأيضا منتديات بحضور طلاب وخبراء من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية وأيضا الدولية بشكل عام هذا الأسبوع هو أسبوع مهم جدا فيما يتعلق بقضية المياه وأيضا المناخ لأنه بيهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وأيضا تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى جانب التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في مواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبيأتي أيضا هذا الأسبوع في إطار اهتمام الدولة بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية ونحن على مشارف كما ذكرت مؤتمر المناخ كوب 27 يعني الفعاليات بدأت منذ الصباح ولكن الافتتاح الرسمي سيكون بعد ساعة تقريبا وسيكون بحضور كبير من وزراء الري يعني في مصر بالطبع وفي أيضا المناطق وفي القرى الأفريقية يعني وسيكون هناك كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات افتتاح أسبوع القاهرة الخامس للمياه كان هذا كل ما لديه حتى الآن أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أشكرك شكرا جزيلا مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية شاركت مصر بمنقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية والمنعقدة في نيويورك وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اكتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وخلال كلمة مصر أكدت وزيرة تخطيطها للسعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف كوب 27 تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريع كما أعلنت الوزيرة أن وزارة التخطيط ستطلق مبادرتين خلال كوب 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أولهما حياة كريمة لإفريقيا والقادرة على التكيف مع تغير المناخ والثانية هي المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء هذا وتواصل مدينة السلام مدينة شرم الشيخ استعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمقرر انطلاقه الشهر القادم تشهد مدينة شرم الشيخ تطورا كبيرا على جميع الأصعضة حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي ستستقبل فعليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدنا تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبال قيمة المناخ كوب 27 حيث تم تجهيز المنطقة الخضراء التي سوف تستقبل فعليات المؤتمر بالإضافة لحديقة السلام البيئية المقامة على 33 فدنا وهي تحيط بالمنطقة الخضراء التي تقام بها الأحداث الجانبية للمؤتمر وستعرض فيها مصر لجهودها تجاه التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية لهذه التغيرات نحن عند منطقة الخضراء انشأت على مساحة حوالي 12 ألف متر مربع لحد دلوقتي تقدم لنا حوالي 268 طلب على أن هم يستأجروا مساحات داخل المنطقة الخضراء المنطقة الخضراء دي زي ما معالي الوزيرة البيئة قالت أو عبرت في أكتر من المؤتمر أنها ليست مجرد منطقة ولكن هي منصة ستمكن مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والمرأة الابتكار كل الأفكار المتعلقة بتغير المناخ أنهم يعبروا عن نفسهم وبجوار المنطقة الخضراء تم رفع كفاءة حديقة السلام البيئية والتي تضم متحف السلام والبيئة ومركز معلومات التنوع البيولوجي ومتحف ديودراما سيناء للتنوع البيولوجي بالإضافة إلى الغابة الشجرية وزيادة المسطحات الخضراء حديقة السلام البيئية هي إحدى إبداعات وزارة البيئة لها أهداف ومردود بيئي عظيم من أجلها إنشاءت الحديقة ومن ضمن الأهداف الرئيسية لإنشاء الحديقة هي الحفاظ على التنوع البيولوجي الموجود في سيناء ومن ضمنها حماية وإعادة تأهيل نباتة طبية مهددة بالإنقراض في سيناء وإحنا هنا في حديقة السلام البيئية قدرنا نحافظ على أربعين نوع بإعادة تأهلهم وإعادة زراعتهم في أحواض في حديقة السلام البيئية حديقة السلام أقيمت تحت مصار مهبة الطائرات لتكون أول نقطة يشاهدها زوار المدينة الصديقة للبيئة ولتعبر عن مجتمع السلام الذي من خلاله يمكن خلق مجتمعات تحافظ على البيئة وتقلل من آثار التغيرات المناخية على العالم أجمع دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش ألوفود والمساهمين الحكومين والمشاركين في قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ لمطالبة جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خطتها للتخلص التدريجي من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الإحفوري قبل بدء فعاليات القمة في الشهر القدم وأكد جوتيريش في مقالة له أن هذه البنوك مطالبة في الوقت ذاته بتعديل خطتها الاستثمارية نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بفتح شراكات جديدة مع البنوك الخاصة وشدد جوتيريش على أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي تجرى حاليا من شأنها أن تترك آثارا مهمة على أزمة المناخ ويمكن أن تساعد في تغيير مصاري الاحترار العالمي توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إلى الجزائر على رأسي وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشهد الزيارة إجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر القادم كما يلتقي أبو الغيت مع رئيس الجزائري عبد المجيد تابون بهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة على جدول أعمالها أكدت الجزائر والأردن على ضرورة اغتنام القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر لاتخاذ قرارات تحاكي التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال المحادثات التنائية التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفضي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن المحادثات تركزت حول العلاقات التنائية والمسائل التي تهم الشأن العربي أكد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شيعي السوداني عدم السماح باستباحة أموال العراقيين وفي تغريدة له على موقع تويتر قال السوداني أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة ومؤسساتها وضف السوداني أنه قد وضع مكافحة الفساد في مقدمة أولويات برنامجه أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن عوض بن مبارك أن تعنت قوات الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن يؤكد عدم رغبة قوات الحوثي في تحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها وخلال مباحثاته مع سفير فرنسا لدى اليمن جان مريس دعا الوزير اليمني لمقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع قوات الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين في اليمن وفي المنطقة قال المكتب الرئاسي في تيوان إن طيبية لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية وأن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ بلد واحد ونظامين في بيان لها قالت رئاسة تايوانية إن الحفاظ على السلام والاستقرار في مديق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة تقع على عاطق الجانبين وإن اللقاء في ساحة المعركة ليس خيارا مطروحا قال الرئيس الصيني شي جيم بينغ إن حل قضية تايوان يعود إلى شعب الصيني وإن الصين لن تتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة لكنها ستكافح من أجل التوصل لحل سلمي وخلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم أكد شي جيم بينغ على أن الصين دائما تحترم وتهتم بشعب تايوان وتلتزم كذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية عبر مديق تايوان الصين لن تتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة بشأن تايوان قضية تايوان سيطرت على مغريات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم حيث كان لها نصيب الأسد في كلمة الرئيس الصيني شي جيم بينغ الذي أكد أن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن الصين لن تتخلى مطلقا عن حق استخدام القوة ولكنها ستكافح من أجل التوصل لحل سلمي الصين تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليما تابعا لها على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الحكومة في تايبي التي ترفض مطالبات السيادة وتقول أن سكان الجزيرة فقط من لهم الحق في تقرير مستقبلهم وتصاعدت التوترات بشكل كبير في أغسطس الماضي بعد أن أجرت الصين مناورات حربية بالقرب من تايوان بعد قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايبي واستمرت هذه الأنشطة العسكرية وإن كانت بوتيرة منخفضة وفي خطابه الافتتاحية الذي استمر قرابة 100 دقيقة شدد الرئيس الصيني أيضا على الاستمرار في إجراءات ضم تايوان بأكبر قدر من الجهود السلمية مستبعدا في الوقت نفسه التعهد بالتخلي عن القوة لتحقيق ذلك نصر على الكفاح من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وبأفضل الجهود الممكنة ولكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كما أشاد الرئيس الصيني بحماية الحزب الشيوعي للأمن القومي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية حياة الناس والسيطرة على الوضع في هونج كونج التي هزتها احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2019 إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكدت الرئاسة الروسية الكراملين أن حلف شمال الأطلنطي الناتو يتدخل فعليا في الصراع في أوكرانيا مضيفة أن ذلك لن يؤثر على تحقيق الأهداف الروسية من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قد قصفت بصواريخ عالية الدقة مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة وضمرت جميع الأهداف المطلوبة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أضفت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في مقاطعة دينابرو بونتروفاسك كذلك تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار وتم اعتراض ثمانية صواريخ من نوع هيمارس وتم تدمير خمسة مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة أعلنت القوات الأوكرانية حالة تأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية المناطق المعلن عنها في حالة تأهب الجوي على الخريطة مع توضيح المناطق التي تصدر فيها الإشارات وتشمل حالة تأهب الغارات الجوية جميع مناطق أوكرانية تقريبا بما في ذلك العاصمة كيف يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ إنجرا الفضائي الروسي الخفيف حاملا قمرا إصطناعيا من مطار بيلستيك الفضائي العسكري شمالي غربي روسيا لصالح الوزارة وقالت الوزارة في بيان لها إن جميع عمليات ما قبل إطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي من جهتها أعلنت الإدارة العسكرية للجيش الأوكراني في إقليم دانبرت بروفاسك أن القوات الروسية أطلقت أكثر من أربعين قضيفة على مدينة نيكوبول التابعة للإقليم خلال الساعات القليلة الماضية ما أصفر عن إصابة شخص بجروح أضافت أيضا أن القوات الروسية قد استخدمت قذائف من ترازجراد ومدفعية ثقيلة لضرب مدينتي نيكوبول ومارانيتس وأن نيكوبول كانت الأكثر تضرورا من هذه الهجمات أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أن المجموعة الأولى من الجنود الأوكرانيين ستصل هولندا نوفمبر المقبل للخضوع لبرنامج إعادة تاهيل وأضافت وزيرة الدفاع الهولندية أن بلادها ستقدم المساعدة للجنود الأوكرانيين الجرحة كانت هولندا قد انضمت لمبادرة أنتر فالكس لتدريب العسكريين الأوكرانيين في المملكة المتحدة هي حرب الأعوان إذن تلك هي الصبغة الجديدة للصراع العسكري الأوكراني الروسي فبعد مرحلة الدعم ماديا وبالمعدات العسكرية تغير المشهد إلى انتقال جنود هنا وهناك وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لكورنو أعلن استقبال باريس ما يصل إلى ألف جندي أوكراني لتدريبهم لعدة أسابيع قبل العودة لما يدين القتال في مواجهة الروس التدريب الفرنسي يشمل فنيات لوجستية وتدريبا على المعدات الحديثة التي حصلت عليها كييف من دول الناتو مؤخرا وبنهايته منحة عسكرية جديدة تشمل أنظمة دفاع جوية من طراز كروتال المضادة للطائرات قصيرة المدى توسيع دائرة الحلفاء الأوكرانية قابله تحرك مماثل لموسكو بإرسالها قوة عسكرية إلى بيلاروسيا بعد أسبوع من أعلان تشكيل قوة يفترض أنها ستدافع عن حدود مانسيك ضد تهديد أوكرانية وكان الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو قد اتهم بولندا ولتوانيا بالتحضير لهجمات إرهابية وتدبير تمرد في البلاد وهو اتهام ربما يهدف لزحزحة الداعمين خلف أوكرانيا خطوة للخلف بتوازي مع حجد الأعوان بات كذلك من سمات الصراع ضربات للعمق الروسي سواء من خلال العمليات الإرهابية التي تتهم موسكو كييف بتدبيرها وآخرها كان الليلة الماضية حيث قتل أحد عشر شخصا على الأقل وأصيب خمسة عشر آخرون في إطلاق نار في موقع عسكري روسي في منطقة بيلو جرود المحاذية لأوكرانيا هجمات سبقها تفجير جسر القرم واستهداف لمنشآت حيوية لروسيا على الحدود مع أوكرانيا موسيقى 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 أكد ألكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جاسبروم الروسية للغاز أن خطط فرض حد أقصى على أسعار صادرات الغاز الروسية ستؤدي إلى وقف الإمدادات وأضاف ميلر أن مثل هذا القرار أحادي الجانب هو بالطبع انتهاك للعقود القائمة مما سيؤدي إلى وقف الإمدادات كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد الشهر الماضي بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض صقف على الأسعار وسيؤدي قطع الإمدادات من روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم إلى اضطراب في الأسواق العالمية شدد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوباك هيتم الغصنة عن أن أسواق افتتمر بمرحلة من التقلبات الشديدة أضاف الغصن في تصريحات خلال زيارته الحالية للجزائر أن هدف أوباك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق ذكرت صحيفة سنداي تايمز البريطانية نوزير المالية البريطانية الجديدة جيرمي هانتس سيؤجل التخفيض المقرر للمعادل الأساسي للضريبة على الدخل بعد أن حذرت هيئة الرقاب المالية في البلاد من أن المالية العامة في حالة أسوأ مما كان متوقعة وقالت الصحيفة أن هانتس سيؤجل الخطة لمدة عام لتوفير خمسة مليارات جنيه استرليني سنويا لافتة إلى أن بريطانيا بحاجة إلى سد فاقوة في المالية العامة بقيمة 72 مليار جنيه استرليني أكد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء مشروع الدرجات الجديدة كايروبايك وقد شدد المركز الأعلامي على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثفات المرورية وذلك من خلال الاعتماد على الدرجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات مشيرا إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة قبل عقد مؤتمر المناخ كاب 27 قام التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي بثنظيم عدة احتفاليات لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في محافظتي الأسكندرية والغربية ويواصل قطار المبادرات التحالف لتقديم المساعدات الاجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولى بالرعاية ويصل قطار المبادرات الأسبوع القادم إلى محافظات القناة ويبدأ بمحافظة الإسماعيلية ثم تتوالى محافظات الجمهورية باعا يأتي ذلك في إطار اهتمام التحالف برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وتدفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد للتعامل الفوري مع التغيرات المناخية خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول أكد عبد العال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم واختار جميع الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرف العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارق نظمت مؤسسة حياة كريمة أولى الندوات التوعوية الطلبية بجامعة أسيود تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بحضور أكثر من ألفين طالب وعدد من أعضاء هيئة التدريس تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بجميع محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيود أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث وتعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة النهاردة نحن جايين نشرح للشباب ونشرح للطلاب إيه حياة كريمة؟ إيه الأهداف؟ إيه المحاور التي نشغلين عليها؟ مهم جدا أن يكون طلاب عارفين كل المحاور دي وعارفين وملمين بكل الأهداف لأن المشروع هو المشروع القومي الأضخم إحنا النهاردة موجودين في جامعة أسيود مع الطلبة هنعمل عملية شرح لمبادرة حياة كريمة كل هدفنا النهاردة إن شاء الله أن نجمع أكبر قدر متطوعين من شباب جامعة أسيود من جميع الشباب على مستوى محافظة أسيود يكونوا معنا في المبادرة يشاركوا فعلا في المبادرة الرئاسية على أرض الواقع أن نوصل أكبر قدر من الخدمات لجميع أهلنا المستحقين في القرى الأكثر فقرا في أسيود مؤسسة بتعمل جهود في كافة المجالات منها إنشاء المدارس، إنشاء مركز الشباب طبطين وتأهيل الترع طبعا جهود توزيع الكريتين في المناسبات والأعياد وإحنا بنوبا متواجدين مع الناس وبنحس بكل مشاكلهم وبنوصل كل المشاكل للمؤسسة والمؤسسة بتتعامل فورا في أي مشكلة بشكل فردي أو بشكل جماعي بتحلها فورا الهدف منها توعيد الشباب في جامعة أسيود وطلاب جامعة أسيود عن ما يجري فيه مبادرة حياة كريمة ودور هذه المبادرة في الارتقاء بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجا الحمد لله تم تعيد الشباب بالمبيدات اللي بتتم على الأرض الواقع وإن شاء الله يكون لهم زيارات ميدانية لمشاهدة هذه الأمور طلبة الجماعات المصرية كنا عايزين نوصلهم إيه اللي حصل في مبادرة حياة كريمة على مستوى كل الجماعات اختيرة جامعة أسيود اللي تبدأ النهاردة أول ندوة في 16 أكتوبر عشان الطلب يعرفوا إيه اللي حصل في القرى والنجوة والمراكز من تطوير ومشروعات جديدة ويروحوا يشوفوا الكلام على الأرض الواقع في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقدم مصرح الموادهة والتجوال بوزارة الثقافة مصرحية محطة مصر بمركز شباب زوية البقلي التابعة لمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية يأتي العرض في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تقيمها وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية وقد حذي العرض بتفاعل كبير من الجماهير بمختلف أعمارهم اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل256 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء فحوصات معملية وأشعة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين المصرين وسجل رأس المال السوقي مستوى 697 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت نحو 1.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 10.048 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2.186 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3.125 نقطة رحم الله الفنان القدير عمر الحريري وأسكنه فسيح جناتي وبذلك مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوين خلال استقباله وزير خارجية الهند الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التنمية المستدامة الرئيس السيسي يؤكد التطلع للاستفادة من خبرات سيمينز العالمية في مجال التأهيل المهني للكوادر المصرية الرئيس الصيني يتمسك بحق استخدام القوة في تايوان والأخيرة ترفض مبدأ بلد واحد ونظامين وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيم المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء